وانا لا املك الا منذ ان ظهرت على شاشات الاعلام منذ سنوات يعني لا يقل عن 10-11 سنوات لا بقول دايما اللهم احفظ مصر شعبا وجيشا ونيلا من كل سوق لان النيل محل تهديد بالمناسبة من زمان احنا بس ما بنقراش انا عايز اقولك ده من الام الفراعنة كان فيه تهديد ما انت افكر ايه ده قصة كبيرة اوي بيننا وبين الحابش اللي بقت اسيوبيا وكلام ده موضوع ربما يأتي وقت نقعد نحكي فيه تاريخيا بقولك صد النهضة ده من ايام الفراعنة بس قصة كبيرة جدا او قصة النيل تحديدا يعني ولو اريد فيه وصائق تم الافراج عنها مؤخرا في بريطانيا بيكلموا عن سنة 61 فات 60 سنة بيكلموا ان اكبر مشكلة هتواجه مصر هي قصة النيل فالموضوع مش بخفة كده او جي مرة واحدة ثم انت عليك ايضا وانت تصنع القرار عشان بارتو احطك في الاجواء بتاعة دائرة الحكم المصرية هل ده مغرس يعني هل انا اطلع قواتي اتخذ مغرس طب ايه او من حق صنع القرار ان يؤمن قراره بدرجة كبيرة جدا يعني الموضوع مش بالخفة انا بقولك كل شوية وفيه ضغط خارجه هل المصرح الدولي يقبل عمليه عسكرية خارجه هو الكلام اللي انت بتقوله يا خير يعني انت بتهاية الرأي العام ان احنا مش هنروح نضرب اقسم لك بالله ان شاء الله اطفعه ده الاف هقولك وما حدش يعرف اساسا انا بدردش معاك من خلال خلفية سياسية بشكل بسيط كيف تصنع القرارات في الدول مصر دولة كبيرة مصر مية واربعة مليون مصر حاجة مش سهلة جيش مصر هو التاسع عالميا وانا برضو بحافظ عليه يتغر اي حاجة ونموت زي ما قال امبارح متحدث الاحتفالية العميد ياسر وهبا ان باطن الارض اولى بنا من ظاهرة كل ده جميل يعني لكن نحن نمر بتوقيت شديد الحساسية ندعو فيه وبدعو فيه من كل قلبي ان يلهم الله سبحانه وتعالى الدولة المصرية بكل قيادتها ان تتخذ القرار الصائب في هذا الملف اتمنى ده من كل قلبي